النهاردة بقى في تدريبة منتخبدة الوطني كان فيه ممر شرفي لطيف جدا لعيبة منتخبدة الوطني النهاردة عمل ممر شرفي لأبطالي الأولمبياد جندي صاحب الزهبية في الخماسي وصارة سمير في ضية الرفع الأثقال ومحمد السيد برونزية السلاح ومحمد جبر صاحب البركز الرابع في المصارعة ومحمد حمزة صاحب المركز الخامس في سلاح الشيش زي ما حضرتكم شايفين دلوقتي دكتور أشرف صبحي في التدريب النهاردة وده كان على هامش مران النهاردة حضر الدكتور أشرف صبحي وزي بقول لحضرتكم لعيبة عملة الممر الشرفي لأبطالنا ونجمنا الأولمبيين ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب رجالة وهيشرفونا وهنفرح برغب كل الأحداث اللي حصلت في المعسكر من بدايته احنا خلاص احنا بس احنا في الجد دلوقتي خلاص في التركيز في مرحلة التركيز في مرحلة الجد في مرحلة الشغل هو ده اللي احنا عايزينه في الفترة اللي جاية مش عايزين حاجة تشغلنا عن منتخبنا مش عايزين حاجة تشغلنا عن ان احنا كلنا نفضل مسندين ودعمين مش عايزين حاجة تشغلنا ان احنا نبقى موجودين في استاد القاهرة بشكل كبير جدا وده الممر الشرفي سارة سمير بتتقدم والجندي وجبر ومحمد السيد لفتة رائعة طبعا ابطال عالميين مش ابطال عاديين دول ابطال عالميين استحقوا ولفتة لطيفة جدا اعتقد ان صلاح برضو هديهم هداية التيشرت بتاعه صلاح جبيل اوي بي واضح ده هو بيجيب شنطتين مع شنطته هو وشنطة كلها التيشرت بتاعه كل شوية افتح في تويتر الايه بيدي لعب تشرت بيدي ناس تشرتات بتبقى جميلة جدا جدا يعني هو حد محترم اوي صلاح ده وجميل ربنا يوفقه يعني هو بدء موسم قوي جدا وبدء موسم رائع مع ليفربول حتى قال كلمة بعد الماتش اللي فات خطفتنا كلنا لما قالك دعوني استمتع باخر موسم ليا مع ليفربول كلام ده انتي ايه الاوي الكلام ده لما طبعا وصل الادارة اكيد الدنيا مش احسن حاجة لان صلاح انه يقولها ده كده وبدري ده احنا لسه بنقول يا هادي في البريمير ليج يعني لسه مبدأناش اصلا لكن بدأها بدري صلاح بتصريح رهيب جدا اللي دعوني استمتع باخر موسم ليا مع ليفربول زي بقول لحضرتكو هو تيشرت صلاح مع كل الابطالنا الاولمبيين والابطال البروميسين كمان زي جبر ومحمد حمزة كمان انا مش هايز انسى محمد حمزة كمان واحد من العيبة البروميسينج اللي جايين ان شاء الله باذن الله في الفترة اللي جاية وده الوحش بتاعنا صارة ما شاء الله عليها نجمة كبيرة وبتدي الميدالية بتاعتها تتصور مع موسى لح في لفتة جميلة جدا دايما كده ان شاء الله يا رب في انتصارات وافرح وان شاء الله باذن الله الصورة الجماعية دي تبقى حلوة جدا 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 للجهاز الفني واللعيبة ان شاء الله بعد الفوز على كاب فردي يوم الجمعة باذن الله اشتركوا في القناة